أهل الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين موضوع حلقتنا اليوم هو الحرب الروسية في القرآن ستكون الحرب الفاصلة بين الشرك العالمي وبين الإيمان وانتهاء الآيات الشيطانية هناك فرق بين الحرب التي ذكرها القرآن والحرب آر مجدون لأن الحربين مختلفتين ولأن الحربين ليس في مكان واحد أما الحرب التي ذكرها القرآن فقد بيّن تفاصيلها بين وقت علاماتها ومتى ستقع وبكل دقة نرى أن المسلمين يتبعون ما يقوله اليهود وما يقوله المسيحيين عن الحرب الأخيرة الحرب الفاصلة هناك حربين الحرب الأولى هي الحرب الفاصلة بين الكفر والإيمان والتي ستهدم فيها معابد الشيطان الهياكل الزائفة تسمى الهياكل الزائفة بما أننا نخاطب اليهود والمسيحيين والمسلمين يجب أن نخاطبهم بما يفهمون بلغتهم الهياكل الزائفة يعني المعابد التي يعبد فيها الشيطان أي المعابد التي لم يعمر الله بالحج إليه لا في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل تلك هي المعابد التي يحج إليها الناس في مكة حول كعبة في العراق في فلسطين في أي مكان يحشد فيه الناس إلى الحج ذلك المكان يسمى عبادة الشيطان أين كان الحج وفي أي مكان لأن الحج لا يكون إلا إلى الله يعني الحج لا يكون إلا في القدس إلا في المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله وليس الذي لم يباركه في فلسطين يعني المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله قبلة المغرب بالأعراف وليس بعرفة فالحج الأعراف وليس الحج عرفة كما يقولون لأن رسالتنا هي القرآن والقرآن لو درسوه مختلف ولكنهم تركوه وراء ظهرهم عنية لم يعطوا الفرصة حتى لأبنائهم ولطلابهم في الجامعات الإسلامية كي يفسرون القرآن ليس كما فسره أهل الجاهلية لأن التفسير الموجود الآن ما هو إلا تفسير أهل الجاهلية توارثته الأجيال جيلا بعد جيلا أما رسالة القرآن فهي شيء آخر فهي نور الله حقا فهي رحمة للعالمين فهي مشروع وحدة البشرية مشروع لا إرهاب فيه مشروع حرية مشروع عمل مشروع غزو الفضاء مشروع السيطر على الطبيعة مشروع لدي يكون فيه البشر فعلا قادرا على أن يرث ما سخر الله له في السماوات وفي الأرض هذا هو القرآن وهذه رسالة القرآن فلا تقيس أفعال لا تقيس القرآن على أفعال المسلمين سواء كانوا عربا أم غيرهم شيعة أو سنة لأن القرآن لم يظهر نوره حتى الآن الآن فقد بدأت أنواره تشعع من زيتونة مباركة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيع ولو لم تمسس هنا أحسن زيت في العالم زيت تونس تونس الخضراء تونس الأرض المقدسة تونس أساس الأديان وأساس التاريخ وأساس الكلمة تبدأ ولاية الله تبارك وتعالى التي وعدنا بها على الأرض حين ينهي الله وعده الأخير مع العرب ولك عهده الأخير مع العرب العهد الأول والعهد الثاني والعهد الثالث ثلاث عهود اليهودية والمسيحية والإسلام والعرب هم أهل الجزيرة العربية هم أهل السعودية الذين الذين أرسل الله إليهم رسول الله محمد ابن عبد الله عليه وآله الصلاة والسلام المنطقة التي نشر فيها رسول الله محمد الإسلام تلك هي المنطقة العربية ما تعداها يمكن أن تكون عربية أو فارسية أو غير ذلك لكن المنطقة بيمنها الجزيرة السعودية واليمن وما حولها ممكن أن تكون هذه الأماكن عربي الذين أرسل الله إليهم رسولا هذه المنطقة نستطيع أن نقول أنها عربية غير أننا نعلم أن شبه الجزيرة العربية من يمنه إلى إلى شامه كله عرب لكن نحن نقصد الآن عندما نتكلم نتكلم على الذين جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ديارهم نعم وحين انتهاء عهد الله مع العرب والذي يدوم كما دام عهد الله مع اليهود 1400 سنة ليستبدلهم الله بالأمة البربرية أهل الصفة قوم موسى الأفارقة بصفة نعم ومعهم أوروبا أيضا حين يكون العرب في أحسن حال وصلوا إليه منذ أن نزل القرآن حتى أن الله وصف أرضهم حينها بجنة حتى قال عنها أنها ستأخذ أرضهم زخرفها وتتزين بمعنى وجود كل شيء فيها كما هو الحال اليوم بينما يكون أهل الصفة البربر في فقر تام ولا يعبه بهم العرب أبدا لا بل يدور بينهما خصام ذكره القرآن واذرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفره هنا يتبين من هذه الآيات أنه مع علوهم وكبريائهم وتكبرهم على البربر إلا يضيفون المحاورة وتلك المحاورة كأنها حرب بينهما أي صار بينهما عدم استقرار بين المغرب وبين المشرب ونرى تلك الحال اليوم بينما ينفق السعوديون أخص بالذكر السعوديون المالا في المراقص يموت البربر في البحار عند محاولة من الهجر إلى الغرب قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو ربي ولا أشرك بربي أحدا ونرى في تلك المخاصمة أن البربر سالبربري يعني هذا مثل مغربي ومثل مشرقي المثل للرجلين مغربي ومشرقي يعني بربري وعربي ونرى أن البربري سيتشبت سيثبت سيتثبت بالقرآن تشبت به ويكتشف ويعلم أن العرب قد كفروا بالإسلام قد كفروا بالقرآن ربنا قومي تركوا هذا القرآن مهزورا وسيثبت الشرك العربي بالله إذ وصفه بالكفر وتعهد هو بأل لا يشرك بربه أحدا وهذا العمر ظاهر في تأكيد العرب الحج الجاهلية وذلك برفهم الخروج كما خرج رسولهم لمنتهى الإسراء قبلة المغرب في القرآن التي صلى فيها رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام إماما بكل المرسلين لأن الله أعطى له قيادة الأمم الثلاث يهود ومسيحيين ومسلمين دينيا وسياسيا باعتبارهم مؤمنون بالله الوح يعني عندما يصلي رسول بكل المرسلين هذا يعني قيادة أولئك المرسلين وأتباعهم يعني أن الله أعطى للإسلام ولرسول الإسلام قيادة الأمتين اليهود والمسيح والجمع بينهما ولا يمكن الجمع بينهما إلا في القبلة الجامعة لأتباع الديانات الثلاثة إذ لم تكن في هذا الزمان قبلة لأي منهم وستكون مقبولة عند الجميع باعتبارها مقدسة في القرآن والتوراة والإنجيل ونجد اعتراف العرب بشركهم بالله لما يسلوبهم الله كل ما أعطاهم في هذه الحرب التي ذكرها القرآن بأنها حرب الروسية من أرض يجوز ومجوز وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروسها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد هذا اعتراف ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا لو لم يضب وما كان منتصرا لقلنا أن الله سينصره ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله لو اكتفى هنا لحد لهذا الحد لقلنا أن الله سينصره لكنه أضاف أنه قال أنه لن ينصره الله هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا هنا يبين الله أن ولاية الله أي خلافته على الأرض ستبدأ نعم ستبدأ متى حدد القرآن متى تبدأ ولاية الله على الأرض الولاية هي شيء أو منطقة من مناطق يملكها الملك فيضع عليها واليا وهي خلافة الله على أرضنا والتي ستبدأ بإدارة الإمام المهدي للأرض بالوحي عن طريق التابوت المقدس والذي يمكن تلقي الأوامر أوامر الله اليومية عبره كل يوم ولذن نتأكد نريد دعما كي يبعد الشك عنكم يقول الله تبارك وتعالى حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا إنكم منا لا تنسرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على عقابكم تنكسون ما معنى تنكسون وعلى عقابكم تنكسون رجعوا إلى الجاهلية عادوا إلى حج الجاهلية بكل تفاصيله مستكبرين به سامرا تهجرون الهجير هي النار وسامرا هو سامور يعني أنهم سيقعون في نار يعني حرب وإنك لتدعوهم إلى صراط المستقيم إلى منتهى الإسراء صراط المعراج وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون يؤكد الله ذلك أنهم لن يتبع أسراء محمد رسول الله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للج في طغيانهم يعمون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون قلنا إن الحرب الروسية ستكون الحرب الفاصلة بين الشرك العالمي وبين الإيمان المفقود يصف القرآن تلك الفترة التي ستجمع أمثال كل الأقوام الذين عذبهم الله بارتكاب جرائم جرائم فساد كأمثال قوم نوح وقوم لوت وقوم عاد وقوم محمد أيضا عليه وآله الصلاة والسلام وعلى جميع المرسلين الصلاة والسلام وهذا يعني أن الفساد والقتل والشرك بالله بعبادة الأصنام سيكونون في كل مكان ونرى ونرى ذلك جليا إذ أن كل أمة واجب عليها أن تزكي أزن المثلي رغما عنها إلا قليلا من الأمم التي صمدت ضد إشاعة الفساد العالم وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعوا مستحيل أن لا ترجع تلك الأقوام التي أهلكنا أمثالهم إلى في ذلك الزمان الذي سينهي الله سبحانه وتعالى خلافة عاده مع العرب وينهي الكفر والشرك بالله ويعيد الإيمان إلى الأرض ويعيد الوحي إلى الأرض حتى إذا فتحت يا جوج فتحت نقول لأن الفتح هو ما نراه اليوم يا جوج وما جوج هو فتح الفتح الروسي والذي سيفتح كل المشرق وكل العالم إن شاء الله نعم سيكون ستكون الحرب تنهي تنهي جميع الهياكل الزائفة تهدم تلك الهياكل الزائفة وسيعذب الله كل من يحتل أورشليم قبلة المغرب أي تونس سيحرقهم الله بالنار حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حد ينسلون واقترب الوعد الوعد فإذا هي شاخصة أبصال الذين كفروا يا ويلنا إن كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون معنى مكتكم وفلسطينكم ستلهب وستشعل ستشتعل وتقول جهنم الأرضية وإن جهنم لمحيطة بالكافرين قال واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصال الذين كفروا يا ويلنا إن كنا ظالمين الجواب إنكم وما تعبدون أي ما الأماكن التي تحجون إليها حسب جهنم أنتم لها وارد مركز جهنم البحر الأحمر أخفض مكان في العالم سيكون جهنم الجهنم الأرضية التي سيفجرها الله ويعذب فيها الظالمين الذين صدوا عن سبيل الله وهذا يعني أنه مباشرة بعد الحرب ستكون القيامة الصغرى لا يفرقون بين القيامة الصغرى وبين القيامة الكبرى التي هي الطامة الكبرى والتي ما بيننا وبينها نقول ملايين السنين والله أعلم بها متى ستأتي لكن الطامة الكبرى لم يحن وقتها لكننا في القيامة الصغرى ربكم ربكم دعاكم فلم تستجيبوا نعم سترون آياته وترون قدرته على الطبيعة وعليكم فتذوب الجبال وتفجر البحار وتنتهي إلى أرض خصبة خلقت لتوها لا شمس ولا قمر بسمائها لا رمضاء تشوي الوجوه ولا برد يجمد الدماء فاستجيبوا لربكم قبل العذاب لعلكم تكونون من الذين سيرثون الأرض وهي جنة ويوم نسي الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرض على ربك صفا لقد جئتمون كما قلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا أو أقل عددا قل أدري أقريب ما توعدون أن يجعل له ربي أمدا ومن سيرث الجنة أو أين الأرض ومن سيرث الجنة من الذين سيرثون الجنة وأين الأرض التي ستكون جنة لا موت عليها يحدد الله ذلك في القرآن فيقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاج الزجاج كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتولة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار الأرض التي بارك الله فيها للعالمين هي الزيتون المباركة وهي تونس وهي أفضل زيت في العالم ثلاثة مناطق يشتهرون في العالم بالزيتون واحدة في أوروبا إسبانيا واحدة في آسيا الشام وواحدة في أفريقيا تونس وتونس أحسن زيت في العالم في بيوت أذن الله أن ترفع بيوت ماذا وأي بيوت أذن الله أن ترفع هما بيوت الأرض المقدسة الثلاث المسجد الأقصى والبيت العتيق مسجد السامرين و مسجد توريسينا في القيروان في بيوت أذن الله أن ترفع معناها الإبن أذن الله للمسلمين ببناء الأقصى ولم يبنوه بنوه في رجزة القراب القائمة حيث لا ينبغي في الكعب الشامية التي أمر رسول بهدمها بنوه قريبا تابع لي لماذا للعرب لأنه لا فرق بين الشام وبين السعودية ولا بين اليمن هم أرض واحدة وشعب واحد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة تشكون يعمل هم أهل الصفة السوفية يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب أولئك الذين سيرثون الأرض سيرثون الجنة والذين كفروا وشكونهم الذين كفروا منهم الذين كفروا بالقرآن وجعلوا كتابا مضاد للقرآن فآمنوا بذلك الكتاب وكفروا بالقرآن وتركوه مهزورا عندما يقول الله رب أن قوم اتخذوا هذا القرآن مهزورا الهجرة لا تكون من شيء إلا إلى شيء آخر وهم هجروا القرآن من خارجوا من القرآن إلى ماذا إلى كتب الحديث مثل العربي في القرآن هذا هو مثل العربي في القرآن وإذا رأوا تجارة أو لهول انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين ومثل أهل الصيف البربر في القرآن ولا تترد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية يريدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتتردهم فتكون من الظالمين ولن يبدأ الحج إلى الله أي عودة العودة إلى عبادة الله تبارك وتعالى في خدسه إلا إذا مسح الله آيات الشيطان التي نشأت معاه كل رسالة إذ استدعاء إبليس رسولا له ليكتب رسالة مضادة لتلك الرسالة التي أنزلها الله على أحد المرسلين فكتبت كل أمة كتابا مع رسالة الله ليمحو بها ما أنزل الله والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة في قلوب في قلوب الذين فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وأن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق فيؤمنوا به فتقفت له قلوبهم وإن الله لهادي مستقبل وإن الله لهادي إلى سراء وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى سراء المستقيم يعني أن الله وعدنا أن يهدينا إلى الأرض المقدسة سراط المحراج وأين كان سراط المحراج في قدس في الأرض المقدسة وإن الله لا هادي سيهديهم يعني إلى سراط المستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منهم حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم يعني لا بد للعربي من عذاب يوم عقيم بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر الساعة هي أكبر ساعة في العالم والتي في الكعبة وقد بنيت وهذه ساعتهم الأولى والساعة الثانية يوم القيامة يعني عذابين الملك يومئذ لله في يوم القيامة سيحيي الله الأشد كفرا نعم والأشد إيمانا ويحكم بينهم في الأرض المقدسة في جبل الشعياء النبي في أورشليم قبلة المغرب أعدى ذكر ولاية الله فقال الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا سيرثون الأرض وهي جنة والذين كفروا ستفتح لهم في أرضهم جهنم فتكون أرضهم وعظامهم طاقة تتحول بها الأرض إلى جنة جزاء يجازي الله كل المشركين من أجل من أهل الكتاب وممن تحالفوا معهم وعالذين تحالفوا معهم مع العرب ضد الإسلام وضد القدس حتى تركوها خرابا وتركوا كل البشري لا يوجد بشر واحد يعبد الله الآن كل العالم مشرك لا يوجد ولا فرد واحد يعبد الله لأن عبادة الله لا تكون إلا في منتهى الإسراء أين صلى رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام بالمرسلين إماما قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجنونك بالعذاب ولولا أجل المسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجنونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاه بالعذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون ولقالا أن يقول لما هذا الحقد والكره للعرب ومن قال لك أن هذه الآيات تخص العرب والآيات كما قلت تخص وآيات كما قلت تخص البربر الإجابة نجدها في القرآن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله أظل أعمالهم من للذين صدوا عن سبيل الله العرب يقول رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام حجوا قبل أن لا تحجوا يقف أعرابها على شعابها فلا يصل إلى الحج أحد لن يحج مسلم من مكر العرب وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أي جبال الجبال المقدسة الجبال الله التي فيها شعائر الله نعم الذين صدوا عن سبيل الله أظل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم يعفو الله علينا قوم موسى البربر من بعد كفرنا ومن بعد أن هدم علينا المسجد الأقصى وأنسان القدس الفيسنة سيغفر لنا ويرحمنا نعم وهذا وعد منه ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم سورة محمد عليه وآله الصلاة والسلام الذين كفروا في القرآن هم العرب الذين أرسلوا الله إليهم رسولا فكذبوا رسالته وكذبوه وألغوا رسالة الله وألفوا رسالة غيرها صدوا بها عن الخروج لعبادة الله في الأرض المقدسة لأن الله أكد أنه شرع لنا ما شرع لكل المرسلين قبلنا ولا يمكن أن يخالف رسولا رسولا آخر ولا يمكن أن تخالف رسالة رسالة الأخرى وكل أمة خرجت عن رسالة أنزلت بعد رسالتها أو قبلها فقد تركت الإسلام وتركت الإيمان وكفرت بالله شرع لكم من الدين ما وصى به نحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هذا أمر في القرآن أن نجمع الأديان دينا واحد لأن الثلاثة أديان هم ثلاثة فصول من الدين الكامل لم يكتمل الإسلام إلا بالتوراة والإنجيل والقرآن وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ما تفرقوا أصبح ثلاثة ديانات إلا بغي وكفر وحسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق كل أمة يريثها الله كتاب تنبذها الأمة الأخرى كفروا ببعضهم برسالات الله بدينهم لحسدا من عند أنفسهم فلذلك ودعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزر الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير كلنا أمرنا أن نحج إلى القدس إلى أرض الله ليكون حجنا حجا واحدا وشعائرنا شعائر واحدا وديننا دينا واحد هم يكذبون وفرقوا بيننا وجعلون أمما ونحن أمة واحدة المسيحيون المسيحيون الذين كل الذين آمنوا بالله هم أمة واحدة عن زينب أم المؤمنين لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم الردمي أجوج ومجوج مثل هذه هذه وحلق بإصبعه هكذا وحلق بإصبعه هكذا والتي بإصبعه بإصبعه الإبام والتي تليها أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث هنا نرى هذه العلامة كأنها 15 بالعربية عن أنس أن الخضر الخضر كلكم يعلم أنه تونسي من مجمع البحرين عن أن الخضر في البحر واليسع في البر يجمعان كل ليلة عند الردم الذي بناه ذو القرنين بين الناس وبين يجوج ومجوج ويحجاني ويعتمراني كل عام ويشرباني من زمزم شربة تكفيهما إلى قابل يعني إلى الحول تلك الشربة تكفيهما إلى حول كامل وهنا يحجاني أين يحجاني؟ في بلاد الخضر عليه السلام عليه الصلاة والسلام فاستعيدوا دينكم وأنبدوا كتبهم واتركوهم إنهم قد تركوا القرآن مهجورا ومن ترك القرآن مهجورا لا إيمان له وهذه إشارة إلى أن الحج في أرض الخضر وماء زمزم الذي هو أفضل ماء على الأرض وعندما ذكر الخضر يعني أن ماء زمزم سيكون ماء الحياة وهذه الأبيار السبع موجودة إلى اليوم وهي المروة الحقيقية وهي في أعلى جبل وفيها سبعة أبيار كان قد بناها رسول الله إبراهيم عليه وآله الصلاة والسلام فاستعيدوا يا قومي دينكم وانتصروا لدينكم ولرسول الله الذي قتل مظلوما واستحوذ على الملك على ملكه وقتل أتباعه في الردة الكبرى من يقول لأنه لم يعلم ولم يسمع بالردة الكبرى يلومني الردة الكبرى عندما تكون ردة وفتنة لا يكون فيها إيمان الإيمان كان زمن الرسول بعد رسول الله لم يكن إيمان إلى حد هذه الساعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته